أعلن مكتب رئيسي مجلس الوزراء فتح باب التسجيل للالتحاق بالدفعة التاسعة من برنامج رئيسي مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية ابتداء من اليوم ولغاية الثلاث من أكتوبر الفين وثلاثة وعشرين بهذه المناسبة أكدت سيد حمد يعقوب المحميد مدير عام مكتب رئيسي مجلس الوزراء أن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية يأتي تجسيدا للرؤى الطموحة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله وحرص سموه الدائم على الاستثمار في الكوادر الوطنية الواعدة إيمانا بدورهم الفاعل في رفض مسارات التنمية وإسهاماتهم في تطوير العمل الحكومي وأشار المحميد لأن البرنامج يسعى منذ إطلاقه إلى أعداد كوادر وطنية قيادية ذات كفاءة ومهنية عالية عبر انتدابهم في مكتب رئيس مجلس الوزراء لمدة عام كامل وانخراطهم بالعمل في برنامج تدريبي مكثف لصقل مهاراتهم وتطويرها وإكسابهم المعرف إلى جانب إتاحة الفرصة أمامهم للاطلاع على آلية صنع القرار ووضع الخطط للبرامج الحكومية من خلال لقاءاتهم المباشرة وتفاعلهم مع صانعي القرار في الحكومة كما أشاد المحميد بمخرجات برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية ومنتسبي الدفعات السابقة من الكوادر الوطنية المتميزة وكفاءتهم في تطبيق ما اكتسبوه من مهارات وعلوم وتوظيفها في مواقع عملهم بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة متمنيا لمنتسبي الدفعة التاسعة ممن سيتم اختيارهم كل التوفيق والنجاح ويمكن الراغبين في التسجيل من موظفي الجهات الحكومية لمن هم على درجة أقل من رئيس قسم أو شعبة تقديم طلباتهم للالتحاق بالبرنامج عبر زيارة الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء تحقيقا لتوجهات جلالة الملك المعظم نحو جعل المواطني في قلب أهداف برامج التنمية الشاملة وفق منظومة متكاملة وموحدة لتحقيق الرقي لمملكة البحرين يأتي برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية الذي انطلق برؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لرفع مستوى الكوادر الوطنية لتشكل الركيزة الحقيقية لبناء ورفعة المجتمع هذا البرنامج الوطني يعد أحد أهم البرامج التي تنفذها الحكومة ويعكس حرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين وصمم برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة من الجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء وتدريبهم على مستوى عال بما يخدم عملهم الأساسي في جهات عملهم الحكومية الأصلية ويمضي البرنامج الوطني قدما في تحقيق أهدافه من خلال إخضاع المشاركين به لبرامج تدريبية مكثفة حول طرق البحث والتحليل والقيادة للتعرف عن قرب على آلية صنع وتنفيذ السياسات والبرامج الحكومية من خلال عملهم بشكل مباشر مع عدد من المسؤولين وصناع القرار هذا وأصبحت اليوم مملكة البحرين الأرضية الخصبة لما تنعم به من طاقات شبابية من خلال البرنامج الوطني الذي أخرج مواهب وكوادر مؤهلة قادرة من مواقعها على خلق أسس ثابتة وشاملة لم تأتي من فراق ليحقق المكاسب والإنجازات ويدعم تطور آداء مختلف الجهات الحكومية موسيقا موسيقا اشتركوا في القناة